وذكر أهل العلم وهي رواية عن سأل من وقاص أخرجها النساء أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أهدر دماء مجموعة من كفار قورش كان شرهم عظيما ومن هؤلاء الذين أهدر النبي دمهم صلى الله عليه وسلم عكريما ابن أبي جهل فلما دخل النبي مكة فرع كرمه وذهب إلى الشام ثم ركب سفينة مع أناس في البحر فجاءهم الموجة من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم فقال أهل السفينة لمن ركب فيها أخلص الدعاء لله وحده فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله يقول الآن هم كلهم مشركون قائد السفينة المسؤولون يقول له الآن أخلص الدعاء لله وحده فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله يقول عكريما فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله لله علي عهد لإن أنجاني الله من هذه لأضعن يدي بيد محمد وأسلم وكان الأمر كما أرد وأنجاه الله تبارك وتعالى من هذه وذهب إلى النبي في المدينة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فارح بقدومه وجاء وضع يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر